بسم الله موضوع شائك وحساس ومحل جدال ونقاش ومرات يوصل للكتل والذبح هو موضوع الصحابة وتقديسهم هل الصحابة كل الصحابة عدوله وثقاته أخياره ومطهرين؟ لو حالهم حال أي مجموعة من الناس بيهم الطيب الطاهر المنتجب وبيهم الإنسان العادي اللي يخطأ ويصيب وبيهم القاتل السارق والمجرم وكالعادة خلي نشوف حكم القرآن بالمسألة لأن مثل ما تعودنا القول أولاً وأخيراً للقرآن الكريم الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يقول محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار بعد أن يذكر مجموعة كبيرة من الصفات الإيمانية اللي المفروض تكون بالصحابي يقول إن هذه الصفات العالية والمزايا الكاملة لذلك الإيمان الكامل لم تكن لكل من يطلق عليه المحدثون اسم الصحابي كالأعراب الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وآله إلا مرة واحدة بل هم الذين تصدق عليهم تلك الصفات الجليلة ويقول الآلوس بتفسير روح المعاني قال عمر يا أيها الناس من سره أن يكون من تلكم الأمة فليؤدي شرط الله تعالى منها وأشار بذلك إلى قوله سبحانه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإنه يفهم الشرطية الآية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من آمن ومنهم من كفر بتفسير علي بن إبراهيم القمي جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام يوم الجمل فقال يا علي على ما تقاتل أصحاب رسول الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال أمير المؤمنين على آية في كتاب الله أباحت لي قتالهم فقال وماهي؟ قال قوله تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة